وهناك سبب آخر نحن قاسينا ونقاسي من الفترة الانتقالية السابقة وهي فترة الصخرات وهي فترة شديدة كابوس لا زالت ليبيا تعاني منه ويعني تعيش الأمرين في حياتها في ظلام حسي وظلام معنوي ظلام حسي بغياب الضو والكهرباء غير موجودة بين الناس وحياتهم نكدة وانت عيسى وظلام أيضا معنوي معنى كل أمال الناس وطموحات الناس ويعني ما كانت تؤمله من الثورة ومن العدل ومن الإنصاف ومن رفع الظلم كله أتى عليه مشروع الصخرات ومكن العدو على راسم الإمارات والمجتمع الدولي ممكنهم من ليبيا ما الذي ممكن الإمارات من ليبيا هو هذا المشروع قبل ذلك ما كان تستطيع أن تتدخل قبل ذلك كان سفي الإمارات يزورني في دار اللفتاء ويقول لي والله نريد أن نساعد التورة عندي قطعة أرض نريد أن نتصدق بها على التوار وأن تعملها مسجد ويتعملها كانوا يتقربون ويتملقون لكن عندما سلمت ليبيا بقضها وقضيدها في مشروع الصخرات إلى العدو على راسم الإمارات نحن نقاسي الويلات ترجمة نانسي قنقر